بالمشهد اللي احنا شفناه من شوية هذا المشهد الدال بالمناسبة تاني يعني يدلوا على أشياء وقد يجروا وراها عشرات التحليلات وقد تنصرف كل التحليلات إلى نتيجة واحدة المشهد اللي احنا شفناه اللي هو من الجمعية العامة الفرنسية مجلس النواب بتاعهم المشهد ده برافو هالا برافو يونس لحقوني على طول شطار أشكركم زملائي دول جابابرة عبقرة مع عطي او لا لا مش ممكن سيف الحلاوة أنا مش فاهم حاجة ومش فارق معايا إن أنا أبقى فاهم المنطوق على الإطلاق أنا عندي عقدة كبيرة من الفرنساوي المناسبة وأبقى أحكيلكم على عقدتي من الفرنساوي لكن ولا يفرق معايا ببصلة إن أنا أفهم المنطوق اللي تقال لكن فارق معايا جدا اللي أنا فهمته واللي أنت فهمته واللي كلنا فهمناه واللي يفهمه العالم إنه البرلمانات بدأت تتحرك وبقوة رفع علم فلسطين تحت قبة البرلمان الفرنسي حدث ولا تنظر إليها باعتبارها تصرف عارض أو فردي لنائب في فرنسا لا 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 حتى لو تعاقب حتى لو وبخ أي أن كان شكل لائحة الداخلية طبعا أنا مش عارف الراجل أم شعر بيادة كان بيقول إيه بصراحة بس أين كان اللي بيقوله على ما يبدأ أنها لم يكن كلاما لطيفا هذه النائبة واضح إنها كانت يعني بتقول كلام لطيف هذه السيدة الفاضلة واضح إنها بتقول كلام غير لطيف بتوبخ النائب الفرنسي تبقى للأعراف البرلمانية أو اللوائح البرلمانية عادة ده غلط لكن تبقى طول جور يعني كل الأيام جينا عارف هذه ماشي تعالوا نرجع لبعض يا جماعة نتكلم حبا ببا اللوائح البرلمانية والأعراف البرلمانية المتعارف عليها منذ ظهور البرلمانات ومجلس النواب ممكن ممكن جدا في أغلبها الأعام اللي لم يكن في كلها يعني هتقول إن المشهد غلط والنائب مش موجود تحت قبة البرلمان حتى يرفع عالم دولة ما بأعراف الحرية والإخاء والمساواة وهي المبادئ الثلاث الرئيسية التي قامت عليها الجمهوريات الفرنسية الخمس بدءا من الثورة الفرنسية اللي بيعتبرها العالم أم الثورات وأنا مش باعتبرها قوي أم الثورات يعني بس من دي القصة ومش ده حدثنا بالحرية والإخاء والمساواة هذا النائب رفع عالم فلسطين بالحرية والإخاء والمساواة الحرية للشعب الفلسطيني والحرية للفلسطين الإخاء ما بين شعوب الأرض وتضافرهم لأجل رفع المعاناة والمأساة الإنسانية على الأراضي الفلسطينية المساواة بين كافة البشر فالكل على حد سواء فلا فضل لصهيوني على إسرائيل صاحب الأرض ولو كان فيه فضل فالفضل هو للفلسطيني هو صاحب الأرض هو اللي رواها بدامه هو اللي زرع شجر الزتون هو اللي استاد من بحير الطبرية ومن نهر الأردن هو اللي استاد من البحر المتوسط ولا إيه؟ هي دي الحقيقة هذا النائب نطق أو تحرك أو رفع العلم الفلسطيني بمبادئ الثورة في فرنسا بمبادئ الجمهوريات الخمسة الحرية الإخاء المساواة نبني على دا إيه؟ العدوى الجيدة تستشري وتنتشر فمن جامعة كولومبيا اتحرك اتحرك الطلاب فيصبح أو تصبح عدوى تنتشر في أكبر الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية ومنها للجامعات المتوسطة في الأقل فيصبح هناك حراك طلابي ضخم جوه الولايات المتحدة الأمريكية فالعدوى تنتشر فاللاقيها دخلت على أكسرود في إنجلترا وكيمبرج وتبدأ تنتشر جوه الجامعات والليدينج يونيورستيز أو الجامعات الكبرى أو الجامعات القائدة في بريطانيا وتبدأ تنتشر فتدخل إلى جامعات في فرنسا وجامعات في هولندا وجامعات في سويسرا وجامعات في بلجيكا وتروح حتى لجامعات في أستراليا والعدوى تنتشر فتذهب إلى الفنانين فيقف ماكلمور ليغني هنز هول المشهد ده هيتكرر مرة واثنين وتلاتة وعشرة وألف ولو وقعت ألف ألف عقوبة لائحية على نواب العالم الذي يصف نفسه أنه حرا فيعاقب الأحرار والذين يدعون إلى الحرية فرنسا تعاقب نائبا لأنه يرفع علم فلسطين ويدعو لرفع مأساة إنهاء مأساة إنسانية يدعو لأجل الحرية إزاي طيب؟ إزاي يعني؟ اداعري طيبين اداعري اداعري